صورة دي الطفل عبدالله واحد من الاطفال زاو الهمم اللي والده قال انه هو نفسه يشوف لعيبة الاهلي ده دخلوه حفر شو بقى تسابق لعيبة الاهلي عليه في اسعاده كلهم بيتصوروا معاه اهو كابتن سيد عبد حفيز كان مهتم بيه جدا جدا ودوله فانلة الاهلي وحياخدوه بعد كده في قط اللبس اهو بيسأله تحب تخش اهو تخيل ده طفل عنده غسيل كلا وفي نفسه يمكن عنده غسيل ربنا يشفيه يا رب ربنا يشفيه ويعفيه حتى كولر مخصوط ويخليه اسرته بس بص كلهم يعني بص يا سيد براهيم عن فكرة ام ازاء المواقف الانسانية اه اه بالعواطف بتطلع طبعا وحتى فيه اقصى القلوب اه شفت كولر بص كل رجل يا لزيز الله حنكسر اه اه وطبعا الدكتور المترجم الجميل يعني خالد اه خالد اه اه دخلوهم بقط اللبس دخلو قط اللبس عشان اه يتصوروا معاه وكلهم يحتفلوا بيه ويدعموه اللعبة تتصوروا معاه ممكن ده هيبقى السنينية شوفوا الفرحة بسم الله ما شاء الله على وجهك اه كلهم عايزين بسطور كلهم عايزين بسطور ويا رب الاهل يكون مصدر سعادة دائما اه يعني كما 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 عود جماهيره على الاقل يعني الاحتفالية الكبيرة كانت في هذا الاستقبال الكبير وعلى فكرة ما هي لقطة عبدالله امتداد للدور الانساني والله ده فيه صور تانية الوافد الاهلي لعبه من اول زيارة الكابت الخطيب والاستاذ العامري فارود دكتور محمد شاوي لمستشفى الدكتور مجد يعقوب يعني هو ده امتداد لهذا الدور الانساني والمجتمعي من قبل النادي الاهلي لأهلينا في الصعيد الصورة التانية فيها زخم بقى اهل اسوان بالفانيلات الزرق وبتاع وفصيهم الطعامين بفانيلات حمرة وهم فرحنين بالاهلي وصورة فيها كسافة هائلة يعني الحقيقة تشعر ان البلد من قلبها خارجة ترحب بالاهلي